منتظرت جابري ذو الستة والعشرين عاماً نمت موهبته في نهة المجسمات في سن مبكرة حيث اكتسب هذه الموهبة من والدته التي زرعت داخله حب الفن والإبداع ليسطر سنوات دراسته في كلية الفنون الجميلة ويسقل موهبته بالدراسة الأكاديمية لينتج هذا الإبداع هناك ما كانت أدنى ألعاب ولا كانت أدنى في الشيء نتسلبي من كنا أطفال فكانت والدتي شكرين أعمال من الطين فأنا بدايات هذه اللي حبيت بها التشكيل واستمرت فيها يعني وتعلمت الرسم شاركت بالعديد من المعارض بالمعهد بالناصرية في شارع الثقافة قامت معرض للرسم وأخذت المركز الأول على محافظة الذقار عند كنت في الثالث متوسط ومنها استمرت وحبيت أن أطور هذه الموهبة والعمل وقدمت في جامعة بغداد بكلية الفنون الجميلة وقبلت بالاختبار وتفوقت بالاختبار هكذا أصبح منتظر حالما عندما عامل أكثر من 300 مجسم التي مثلت الشخصيات التاريخية والأدبية وشخصيات خيالية ليطمح بأن ينشأ معرضا يجمع به جميع فناني محافظته إضافة إلى عمل نصب لشخصيات تاريخية وأدبية لها تأثيرها في المجتمع لتزين ساحات المحافظة وهذا كان أقل طموحاتي منتظرة نتاجاتي أنا بصراحة متعددة يعني تقريبا ما 300 نتاج يعني ما بين بورتري ورسم وغيرها لكن أنا دعمي ومكانياتي بالنسبة لي ضعيفة جدا لذلك نتاجاتي محدودة أنا طموحي طموحي اللي ودي أن أحققه أني أفتح غالري أو ورشة نحت في ذيقار هذا الغالري إذا سوفه ضخم يجمع جميع الفناني في محافظ ذيقار أعتبر إيقونة جنوبية تستحق الدعم والالتفات بهذه الموهبة الفريدة اليوم هذه اللمسات اللي يقدم من خلالها أعمال فنية قمة بالروعة والجمال يستحق أن يكون هناك تسليط الضوء على هذه الموهبة ودعم من الجهات الحكومية لمثل هذه الطاقات اللي يتحاول تقدم صورة مشرقة للشاب العراقي منتظر بارقة أمل للعديد من شباب المحافظة وهو صورة مشرقة تتطلب من الحكومة المحلية رعايتها رعاية فعلية وتقديم الدعم الكامل للنهوض بالطاقات الشابة من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة